اشتركوا في القناة وعرب عاهل البلاد المفدى عن بالغ الاعتزاز بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 120 عام وتسننده لأسس متينة ودعائم قوية تكفل لها التقدم والنماء وما يربط الشعبين من صداقة قوية وتقدير متبادل وأكد عاهل البلاد المفدى حفظه الله تطلعه إلى العمل مع فخامة رئيس دونالد ترامب من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير سبل التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز من مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في إيجاد حلول ملائمة لمختلف التحديات الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين وتمني أن جلالته لفخامة الرئيس الأمريكي موفور الصحة والعافية وللشعب الأمريكي الصديق دوام الرفعة والرخاء في ظل قيادته الحكيمة